دولياً وفي تصريح صنع الكثير من الجدل كشف الويلزي لعب ريال مادريد الإسباني غارث بيل بأنه لم يتكلم مع مدربه السابق في النادي الملكي الفرنسي زيندين زيدان منذ آخر لقاء له كمدرب للميرنجي في نهاي دور الأبطال وصنع التصريحات غارث بيل ضجة إعلامية كبيرة في أوروبا وأعادت الحديث عن توطر العلاقة بين زيدان وغارث بيل خاصة في نهاي دور الأبطال